اشتركوا في القناة اريكم موقع لكيفية ربح المال في دول المغرب العربي هذا الموقع هناك كثير من الناس لا يؤمنون ان هناك ربح من الانترنت بل يوجد هناك ربح من الانترنت وبكل سهولة وبدون كود بدون رموز بنكية او اي شيء او بايبال او سمارت كارد وغير ما ميزة هذا الموقع هذا الموقع يعني مجرد يقوم بالاستطلاع يعني يقوم بالاستطلاع والمعلومات يعني مجرد انه يسألك اسئلة يعني ما هو عدد الاخوة في البيت يعني كم عدد تيل فاز عندك يعني كم هاتف تحمل يعني هذا الموقع يعني معترف به عالميا وهو كما تلاحظون موجود في الشرق الاوسط وشام الافريقيا وموجودة في كل العالم موقع يوقوف العالمي وليت المتحدة الامريكية خدمات البحوث اخر اخبار وفريق الاستطلاع المانيا اسيا والمحيط الهند يعني هذا القروب يعني اختصاص في البحوث في العالم يعني يبحث في العالم خدمات البحوث وغيرها اخر اخبار وفريق الاستطلاع يعني معتمد يعني بالضمانة باذن الله هذا الموقع يعني نشئ الله اعلم في سنة 2000 وطوره في 2005 وهو الان في الشرق الاوسط باللغة العربية وهذه الميزة الرائعة الذي فيه انه قليل من المواقع باللغة العربية اه وهذا الامر في الربح من الانترنت يعني هو مجرد امر سهل يعني يعني اذا انت عندك انترنت في البيت لماذا لا تستثمر للانترنت يعني لشيء مفيد تكسب منه المال اه ولو القليل اه ولماذا يعني الانترنت تذهب هباء هكذا يعني هذا الموقع كما تلاحظون يعمل بنظام النقاط ونظامه هو يعني مجرد استطلاعات متوفرة يعني يعني كيف يعني يعني هو مليح لاصحاب الطلبة اه والذين يعملون يعني اه لانه لا يأخذ من وقتك الا يعني ما ادى خمس دقائق او عشا دقائق المكسيموم يعني هو مرة في سبعة ايام يعني شيء بسيط جدا جدا يعني مرة في سبعة ايام يعني يعني تقوم بالاستطلاع يعطيك خمسونة نقطة كما تلاحظون كل استطلاع تقوم به تعطيك خمسونة نقطة جميع النشاطات لقد احرست خمسين نقطة مقابل يوغوف ولكمسول هذه استقبال يعطيك خمسين نقطة كما تلاحظون يعني يعطيك استطلاعات دورية في السياسة يعني في الثقافة في العلم في كل المجالات سنذهب إلى الصفحة الرئيسية تلاحظوا ماذا يفعل في البحوث بحوثهم ترتكسون لهذه المعلومات في الأخير يقومون بدراسة عدم تأكيد الطلب من المطعم أهم العواقل يحد من تطور طلب الطعام بالأنتاج السعودي هذه مجرد إحصاءات قموا بها في العالم كما تلاحظون ومن بعدها ينشرون مقالاتهم وتجني أنت المال وغيرها كما تلاحظون خدمة الأبحاث الدراسات الكمية دراسات نوعية يعني هو فريق معتمد في العالم يعني وجني المال بالضمانة كيفية يعني دخول اليوقوف يعني هذا الموقع سهل 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 جدا مجرد أني سأضع يعني الرابط الموقع أسفل الفيديو لذا يجع أن تضغطوا على أسفل الرابط أسفل رابط الفيديو يوقوف تدخلوا يعني في هذا الرابط طريقة التسجيل سهلة مجرد أن تضغط الإيميل ومن الأحسن أن يكون يعني إيميل وللا يكون فيسبوك لأن هناك طريقة رابط عن طريق الفيسبوك أنا لو أحبت هذه الطريقة لأن الفيسبوك فيها مشاكل كثيرة أربطته يعني بلغط طريق الإيميل لكي يصلك يعني جديد في الإيميل بالاستطلاعات في الإيميل عند وصوله يعني تدخل بالإيميل والكود كود تاعك يعني وفقط يعني ما فيش شيء صعيب يعني كما تلاحظون تختار اللغة هناك اللغة الإنجليزية واللغة العربية يعني شيء مميز جدا لشحاب الشرق الأوسطي هناك لغة يعني في هذا الموقع طريقة يعني جني المال يعني معظم ينتظروا هذا السؤال قبل أن أقول لكم كيفية جني المال من هذا الموقع هذا الموقع حساب يقوف الخاص به مثلا هذا هو الحساب نضغط هنا كما تلاحظون يعني تربط حسابك بالفيسبوك أستطيع أن أخبر صادق بهذا الموقع وأستطيع أن أرى المكافآت كما تلاحظون هذا الموقع أكسب مزيد من النقاط عندما تصل إلى خمسة آلاف نقطة تستطيع أن أن تحمل يعني أن تأخذ خمسون دولار يعني تقريبا ستمائة ألف دينار جزائري يعني ستمائة ألف دينار خمسين دولار نقدا من كيفية الطريقة يعني كيفية أخذ هذا الخمسين دولار نقدا هي عن طريق استبدال النقاط بحوالها استبدال نقاطك بحوال خمسين دولار نقدر عبر وستر نيونيون يعني هذا الويستر نيونيون المشهورة ومولاديها فروع في كل العالم وخاصة في الجزائر وستر نيونيون هي عبارة عن تحويل أموال لكي تتلقى مكافآت من غير أي عقبات من فضلك تأكد من تزويدنا بالاسم الكامل بشكل مطابق لما هو مذكور في مستند إثبات هويتك واسم الدولة يشوفها لاحظ من فضلك أن الحوالة نقدية قد تستغرقوا ما يصلوا إلى شهر ليتم إصدارها وإرسالوا تفاصيلها إلى بلد الالكتروني المسجل في حسابك لديه يوقف يعني التفسير هذا كما يقولون عندما تكون لديك خمسة آلاف نقطة تستطيع أن تتلقى خمسون دولار عبر حوالة ويستر نيونيون يعني يأتيك كود يأتيك إيميل فيه كود هذا الكود هذا الكود تضعه تذهب به إلى ويستر نيونيون وتضعه هناك تملأ الاستمارة وتقول له هذا الكود تكتب هذا الكود يعطيك خمسون دولار النقدة يعني بدنار ستمائة ألف طريقة سهلة جدا بدون كارت سمات بدون كارت فيزا بدون بايبال بدون أي شيء من هذه الأنواع يعني مجرد حوالة فقط يحول بالكود إذا بعث لديك إيميل تحفظ بهذا الكود تذهب إلى الكود إذا ألبوستر نيونيون فتجلب نقودك يعني مهما كنت يعني لا يهم مجرد أن تذهب معك بطاقة التعريف الوطنية يعني وهي كما تلاحظون لكن هناك مشكل هو عندما تكون نديك دولار عندما تضغط على استرداد يعني لو كان عندي خمسة ألف ستخرج كلمة استرداد نضغط عليها عندما تقول بالضغط على استرداد المبلغ لا يستطيع المبلغ أن يبقى أكثر من شهر في الحوالة إذا لم تسترد مالك في 30 يوم فالمال سيرجع إلى الموقع يعني لن تأخذ المال لذلك يرجى الاندباه فهناك عندما تنتظر قريبا الشهر لكي تستطيع استرداد مالك يعني فوق الشهر لا تستطيع في مدة 30 شهر يجب أن تذهب إلى ويستر نيونم المشكلة الآخر أن هذا الموقع في تصاعد كبير 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 فهو عالمي جدا هناك الملايين ملايين من الناس كما تلاحظون كلهم أصبحوا يذهبون هنا إنه موقع سهل لجني المال ولا يستحق أمور كثيرة أو تعم مزيد خمس دقائق أو حسد دقائق ممكن سيكون هناك مشاكل في تحويل المال ممكن هو يقول لك شهر ممكن يستغرق شهر أو شهرين أو أكثر لأنه هناك ضغط حسب الضغطات حسب لأنه اشتراكات كثرت عليه لكن مالك مضمون يعني بعد شهر حتى بعد سنوات سنوات مالك مضمون يعني سيأتيك سيأتيك يعني هو ليس موقع نصاب تعماما لا تقول أنه موقع نصاب فهي شركة عالمية ممكن أن تبحث عنها في الانترنت في جوجل يوقف what the world thinks هي موقع عالمي ومعترف به دولي هو مختص في الأبحاث العالمية يعني بحث في كل الدول يعني مثلا ماذا يحدث في سوريا ماذا يحدث في الجزائر مجرد أن تعطيه معطيات معطيات وحب ذا أن تعطيه معطيات حقيقية لكي لا يكون لك مشكل يعني في الموقع يعني هو خاص يعني لا يقوم باستعمال يعني معلوماتك في أغراض أخرى هو موقع يقوم بالأبحاث وفاقات يعني لا يذرك ولا ينفعك في شيء بل ينفعك عفوا ينفعك في جني المال وجني النقاط إذن ماذا أيضا هذا الموقع يعني خاصة أصحاب الطلبة لأنه يكون استطلاع كما تلاحظون عندما نذهب إلى هذا المكان أو نقوم بالبداية لأعرفكم لهذا الموقع عند الدخول والاشتراك تقوم بتفعيله في الإيميل ترجع إلى الإيميل وتقوم بتفعيل يعني عندما تشترك في الإيميل تضع ويخرج لك هذا الموقع ارجع إلى البوت إيميل وقوم بتفعيله يجب أن تقوم بالضغط على الإيميل الذي يكون في الإيميل لديك الذي يكون يقوم بتفعيل يعني تفعيله يخرج لك هذا الموقع هذه الصفحة رئيسية يعني اختار محرر الحياة المستهلك هذه أفكار الأمور التي ممكن أن يسقسيك عليها من الوقت إذا اختنى السياسة مثلا كما تلاحظون هناك مواضيع عن السياسة نرجع إلى الخلف إذن كما تلاحظون هذه أمور السياسية يعني مقالات مختبرات المختبر الاجتماعي مختبر السياسي مختبر وسائل الإعلام مختبر الرياضي مختبرات يعني كاملها مقالات حساب يقف الخاص بي يعني هنا الحساب نضغط الحساب إذا أردنا أن نغير أو في تحرير بريد الإلكتروني هنا لكي نستطيع أن نقوم بتغيير الإيميل أو شيء لا أظن لكن تختار اللغة التي تتكلم عنها وتختار دائما As often as possible يعني تنسل لي الإستطلاعات بأقصى ما يمكن يعني ممكن أن أبعث لك أسبوعين مرتين في الشهر شهرين يعني كل ما يكون إستطلاع يبعث لي يعني لكي أستطيع أن أجني النقاط أكثر وأجني المال أكثر اللغة العربية كما تلاحظون إذن الحساب أخبر صديق يعني ستخبر صديق عند إخبار صديق يعني عندما ترسل صديق على هذا الرابط الذي سيرسل إليك أو تبارتاج في فيسبوك وهذا الرابط الذي تعطيه إليه عند تسجيل يعني نكون إليك تقريبا أربعة نقطة إذن سنقرأ إليك ما يقول في الأسفل تجد رابط تشعب خاص بك وحدك شاركه مع أصدقائك عندما يستخدمون هذا الرابط للتسجيل في يوغوف سنعلم أنك أنت من أرسلهم عندما يقلون خمس استطلاعات ستتلقى نقاطا لقاء ذلك يعني أنت تتلقى نقاط إذا ضغط أصدقائك على هذا الرابط الذي هو خاص بك فقط لكي يعلم أن أنت نبعث استخدم أي من أدوات المشاركة السهلة لاستخدام في الأسفل يعني بارتاجي إذا أردت أن ما كان لها يعني ممكن أن تضغط فقط فيسبوك وتكون مفاعل فيسبوك تضغط وتكون بارتاجي أو تويتر أو جوجل بلس إذن لكل عضو جديد يسجل عبد رابط التوصية خاصتك ويقوم الخمس استطلاعات يعني هذا الذي يضغط على الرابط الذي أعطيته إياه يجب أن يكون خمس استطلاعات لكي تستطيع بستثناء استطلاعات معلمة شخصية سوف تتلقى حتى 400 نقطة يعني مجرد أن يقوم بخمس استطلاعات يعني يتعطيك أربعة نقطة على شخص واحد يعني لو كان عندك فيسبوك يعني 600 شخص كما يقول كما هناك أصدقاء 600 صديق لو كان 100 صديق تكون عندك العالم يعني دولار يعني مال كثير ده أنت تتلقى نقاط استطلاع على الأعضاء الذي لا يكمل لنا خمس استطلاعات يعني يكمل خمس استطلاعات هذه خمس أسئلة وأجوبة يعني يسألك خمس مرات لكي يستطيع يقبل لك 400 نقطة سيتم منحة لحسابك عند إنهاء العضو خاص باستطلاع إذن هذا الشيء سهل هذا اليوم تكوبي كولي يعني الموقع أو المساج أو تبعث بارتاجي عند الضغط يكون لديك 400 نقطة بعد اكتمال خمس استطلاعات إذن الذين لا يفهموا ما هو الاستطلاع استطلاعه مجرد أسئلة تطرح عليك أسئلة تطرح عليك يعني ما هو لون جهازك ماذا عندك من الهواتف كما عندت إخوتك في البيت يعني ماذا تحمل هل أنت صغير كبير ماذا تتمنى ماذا تحلم ماذا كذا كذا أسئلة فقط لا يستطيع صعبة ولا تكتب أي شيء يعني ممكن الناس حسبت بالليحة لا ما تكتب حتى شيء مجرد تقوشي فقط يعني الأسئلة والأجهب موجودة مجرد أنك فقط تضغط على رسوة وتضغط يعني بكل سهولة يعني اربح فقط اربح النقاط واربح المال وأذهب إلى الوسترينيون وأجلب مالك مجرد أنك تقوشي فقط وعلى الضمانتي يعني موقع معطرف وصادق يعني ليس مكذوب تماما فهو عالمي وأذهب إلى جوجل وكونفيرمي إذن مكافآتك تصل هنا السداد كذا كذا مكافآت النشاطات تضغط إلى حساب يوقف الخاص بي وتبحث يعني كل يومين ثلاث ثلاث أيام أو إذا كنت حال فيسبوك تضغط فذهب إلى النشاطات عندما تضغط النشاطات سترى يعني هذا الجدول كما تلاحظون توصيات استردال استطلاعات المتممة استطلاعات تنوفر جميع نشاطات إذن هذا جميع نشاطات سيوقتيك كما تلاحظون إخوتي يعني صدفة أتت إلي استمارة جديدة جاهزة لك إذن فلاك الحظ الاستطلاعات المتوفرة كما تلاحظون أتت رسالة الآن كما تلاحظون 14 كما تلاحظون 14 مارس ها هو تاريخ إذن سأقوم بالبث المباشر إذن سأقوم بملء الاستمارة كما أتت إذن هكذا يأتي المساج كما تلاحظون استطلاع المتوفرة أو جميع نشاطات اللي قمت بها 50 نقطة الآن سترى كيف أقوم بالأخرى إذن عندما استطلع استطلاعات المتوفرة أضغط هنا استمارة جديدة جاهزة لك عندما بعد ذهاب أعيد الكرة حساب يوقف الخاص بي أذهب إلى النشاطات عندما نضغط نشاطات أذهب إلى استطلاعات المتوفرة أضغط في المساج الذي سيأتيني وهو أتى الآن أضغط عليه سأعطيكم طريقة كيفية التسجيل إذن يقول لكم شكر لكم على موفقتك عن المشاركة في استطلاع الصفر التاريفي الجزء الثاني هذا الذي يهدف إلى بيانات حسابك محدثة لاحظ من فضلك أنه لم يتم إضافة نقاط عند اكتمال هذا الاستطلاع ولكن بإكمالك هذا الاستطلاع ستساعد يوقف على أن تصل إليك استطلاعات تلقيبك أكثر مستقبلا يعني ماذا يقول هنا يعني مدة الاستطلاع تقريبا 2 إلى 4 دقائق هناك استطلاعين نوعين هناك استطلاع تكسب منه 50 نقطة وتجني منه المال يعني عندما تكتمل 5000 نقطة تجمل 50 دولار وهناك نوع الثاني من الاستطلاع الجزء الثاني كما تلاحظون استطلاع الصفر التاريفي يقوم لك بإدخالك دخول تلقائي إلى السحب على جهاز الايباد تاريخ السحب 5 أفريل 2016 كما تلاحظون تاريخ السحب 5 أفريل 2016 يعني استطلاع فيه نقاط واستطلاعات ليست فيها نقاط لكنها فيها سحب يعني تدخل السحب عالمي فيه سحب جهاز الايباد والذي يفوز فيه كل شهر إذن شيء رائع وشميل جدا إذن يوجد الضغط على زر السهم أسفل كل صفحة إذن نضغط على هذا المكان إذن نبدأ الآن بالأجوبة انتبهوا معني فقط وراحظوا أنه سهل جدا ولن يتعدى 15 دقاق يعني مع الشرح كما عدد الرحلات القصيرة الذهاب والعودة تعتبر رحلة واحدة كما عدد الرحلات القصيرة التي سافرتها جوا في 12 شهر الأخير للسياحة والترفيه كما عدد الرحلات القصيرة التي سافرتها الجوان في 12 شهر الأخير للسياحة والترفيه نعني برحلات القصيرة هي رحلات جويلة تستغرق مدة 1-4 ساعة كحد أقصى يعني جوابونا مرة واحدة يعني في عام لماذا أسر من السفر والسياحة اكتبونا مرة واحدة كما عدد الرحلات طويلة التي سافرتها جوان في 12 شهر الأخير إذن نقول له ولا واحدة نغط هنا نعرف إذا كانت هناك كونكسون أو إذن هناك خلل فقط في الكونكسون يعني تعلمون يعني الكونكسون في الجزائر المهم الجواب الثاني على مقياس من صفر إلى عشرة حيث الصفر تعني من غير المحتمل لمعلومات فقط إذا ضغطت هذه ولم تأتي فانتظر قليلا فإن ممكن ستتطول من المدة الإجابة يعني حسب الويفي أو كونكسون اللي عندك إذن على مقياس الصفر إلى عشرة حيث الصفر تعني من غير المحتمل على الإطلاق يعني الصفر هي غير محتمل يعني ما كانش أمل من المحتمل الجديد ما مدى احتمالية قيامك بالصفر إلى الخارج للسياحة هو الترفيخ خلال 12 شهر القادم يعني ما مدى احتمالية قيامك بالصفر يعني أنت أتسافر في السياحة ترفيخ خلال 12 شهر يعني تقول بانسور إذا كنت واثق من نفسك أني ستسافر ستقول وحنسافر يعني حسب الترتيب من واحد اثنين إلى ثلاث ساعة عشرة محتمل جدا أو من غير المحتمل على الإطلاق يعني لن أستطيع أن أذهب 12 شهر القادم إلى السياحة في الخارج هذا غير هذا السهم أنتظر قليلا يعني مجرد أجل بل أن تأخذ من وقتك 15 شهر القادم يعني أنا مع الشرح ممكن أن أطول لكن أنت وحدك يعني تستطيع أن تضغط وتضغط وتقول له يعني ماذا يكون في خاطركم وهي الحقيقة لني ليست ليتظرك في شيء نحاول أن ننتظر كما تلاحظون عند امتلاء هذه هذه الأسئلة لأن الويفي ضعيف جدا وكارثة في الجزائر في هذا الويفي يعني لن نستطيع حتى أن نعمل به إذن نعود الكرة من غير المحتمل نضغط السهم أعيد الكرة لربما يكون أعيد الكرة فقط وإذا اقترضنا أنه كان لديك إمكانية سفر إلى أي بلد في العالم أي بلد قد ترغبوا بزيارته الأكثر الرجاء اختيار حتى ثلاث دول كحد أقصى يعني إذا افترضنا أنه كان لديك إمكانية سفر افترضنا فقط أنك أحد سافر إلى بلد في العالم قد ترغبوا بزيارتي بالأكثر الرجاء اختيار ثلاث دول كحد أقصى إذن أريد أن أسافر أريد أن أسافر مثلا أريد أن أذهب أختار أريد أن أذهب إلى أين هي وإذن أذهب يعني إلى لبنان دانيمارك وأذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإذن الله إذن عندما نختار ثلاثة نضغط في السهم ننتظر قليلا إذن أثناء سافرك للطرف ولكن لا بدأت أهمية كل من العواام التالية أثناء سافرك تطار فيه تجربة تناول المأكلات المحلية يعني السفر غير من مهما على الإطلاق إلى درجة برسنتاج حتى عشرة مهم جدا إذن عندما تسافر في المعنى السؤال أثناء صفارك الترفيه يعني أنك تأكل تجربة تناول المأكلات ومشربات المحلية يعني مهمة لك أو غير مهمة أنا أقول أنها مهمة جدا وكل واحد يختار ما يريد أثناء صفارك للترفيه ما مدى أهمية كل من العوامل التالية بنسمي إليك يعني استمتاع بالموسيقى التراثية والرقص الأغاني في القرية يعني أثناء صفارك ماذا تريد يعني إذا بالموسيقى تستمتع بها أو لا التراثية والرقص الأغاني في القرية أنا أقول أنا لا أقول يعني تقريبا أربعة من العشرة إذن أثناء صفارك للترفيه ما مدى أهمية كل من العوامل التالية استكشاف القرى الصغيرة لا يهمني كثيرا نعضوها خمسة أثناء صفارك للترفيه ما مدى أهمية كل من العوامل التالية السياحة في المدن يعني شيء مهم جدا أثناء صفارك للترفيه ما مدى أهمية كل من زيارة المعالم الطبيعية شيء مهم جدا زيارة الحدائق الوطنية الغابات مثل هذا شيء مهم جدا زيارة المواقع الأثري قصر الأماكن الطراثية شيء مهم جدا زيارة المتاحة في المعارضة الفنية شيء مهم جدا حضور العروض من صراحية الحفلات الغنائية الحفلات الموسيقية مهم جدا استخدام السبع خدمات تجميل والعناية يعني لا أهتم بها كثيرا لكنها شيء ممتع تقريب أضعه سبعة المشي لمسافة طويلة المشي في الطبيعة شيء مهم مهم جدا رقوبة درجة الهوائية رقوبة الخيس هذه الأسماك الغولف يعني مهم جدا رقوبة الأمواج الغولز وغيرها من الرياضات يعني ترفيهية كاملة يعيش تجربة المهرجانات الفعالية الثقافية والمحلية مثل موسيقى المأكلات الرياضة سباقات رقص مهم جدا التسوقات تنزه في الأسواق مهم يعني مهم 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 تقريب يعني تعرف عن الصناعات اليدوية المحلية يعني ثمانية الذهب إلى البحر الشاطئ أو بلكة السباحة لكن ليس الممارسة رياضة المائية للسباحة فقط يعني مهم جدا اللاجئة العناية بالصحة مهم جدا للممارسة العبادات الدينية مثل حج معرجانة دينية إلى آخر مهم جدا للعيش تجربة الأجواء الليلية نضع يعني مهم جدا أو التعا يعني كما تريد أضع مهم جدا زيارة الأهل الأصدقاء مهم جدا بلد آمن التي تجدوا فيه مشاكل أمنية مهم بلد آمن تجد فيها مشاكل امنية تقريبا 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 نضع ثمانية لنفس كل بلد امن في ارهاب يعني ممكن دعاية فقط نضع ثمانية اذا اذا للانتهاء نكون هكذا قد وصلنا الى نهاية الاستطلاع الشركة لك على مشاركتك معنا الرجاء اعطائنا القليل من وقتك لتقييم الاستطلاع الذي اتممته للتو حيث تستخدم هذه معلومات تحسين استطلاعاتنا هذه مجرد اني لاباجة الاخرة الصفحة الاخيرة لاستطلاع وفاقات تطويعيين بشكل عام ما مدى سهولة او صعوبة فهم الاسئلة في الاستطلاع الرجاء قيم مثلك المقياس واحد الى التسعة حيث واحد تأني كان من الصعفة من اغلبية والتسعة التغني كان فهم جميع الاسئلة نقول له اني بروسونتاج من واحد الى التسعة نقول له كان مهم في جميع الاسئلة سهلا اني كان فهم جميع الاسئلة سهل مع اغلبة اهتبار الاستطلاع ككل كم كان الاستطلاع مميل او مثل اهتمام على مقياس واحد الى التسعة حيث واحد تعني مميل وتسعة تعني مثل الاهتمام يعني مثل الاهتمام وانت تضع ماذا تريد برأيك كم كان الاستطلاع عادل ومتوازن كان جميع السلاح يدية ومتوازنة هل وجدت اي مشاكل تقنية خلال اجابات على الاستطلاع نعم كما تلاحظون عند الضغط ضغطنا ثلاث مرات اذا اثنين ثلاث مرات بشكل عام ما رأيك بالاستطلاع راجئا قيمه على مقياس من واحد الى تسعة ويحيث واحد يعني سي وتسعة يعني ممتاز انا اضعه يعني تقريبا ثمانية هل لديك اي تعليقات تجربة في هذا الاستطلاع اختياري يعني مشتط جاوب عليه اضغط اذا في هذا السهم لقد اكملت استطلاع الصافر التعريفي هذا الذي يهدف الى تحديث بيناتك شكرا لك كما ذكرنا في مقادمة الاستطلاع لن يتم اضافة نقاط عند اكمال هذا الاستطلاع يعني لن يعطيك نقاط ولكن باكمالك اياه انت تساعد يوقف على ان ترسل اليك استطلاعات تلائمك اكثر في المستقبل بناء على بينات محدثة وايضا تزيد من فرص لربحك ايباد في سحباتنا من فضغط اذا اضغط الزر ادنى تسلم اجابتك اذا كما يقول لك لنت ستتلم نقاط 50 نقطة لكن ستتكون في يعني ان تساعد يوقف على ان تساعد اليك استطلاعات المستقبل لكن اضافة تضيفك الى الربح ايباد في سحباتهم اذا نضغط في هذا السهم وهكذا نكون قد انتهينا من اثنين يعني وضعنا الان في السحبات للفوز بالايباد ان شاء الله ارجو ان نكون قد فوزنا بالايباد اذا نضغط هنا نضغط عربية كما تلاحظون اذهب الى النشاطات كما تلاحظون هذا هو العنوان يوقف what the word think اكمل استطلاعا اربح جهاز ايباد تهنينا لفائز يوقف هذا الذي نفاز في اليوقوف الفائز بايباد في سحبات ديسمبر الاسبوعية فهي كل الشهر يعني ايمن مصر فيكتوريا الامارات شيماء مصر احمد الجزاء هل تود وكسب نقاط والجواز بانتظام مقابل مجرد المشاركة برعيك يعني مجرد المشاركة برعيك تفوز نقاط ومال يعني هناك اسهل من هذه يعني اذا كنت انت طالب طالب في الجامعة سهل جدا ان تجاوب يعني تكون لك اجوب عن اسئلة مرة في سبعة ايام تاخذ من وقتك تقريبا 5 الى 10 ايام عفوا تاخذ من وقتك من 5 عفوا تاخذ من وقتك من 5 الى 10 دقائق من الممكن ان تكون انت الرابح ببس تقوم بالذماع والفائز يوقف واحده بتلك الفرصة يعني امور سهلة جدا نذهب الى النشاطات كما تلاحظون جميع النشاطات اكملت الخمسة النقطة الاولى وهي استطلاع الثاني تقريبا بعد 24 ساعة ثاني استطلاع ثاني للفوز بالايباد وهكذا اني مرة في سبعة ايام او في ثلاث ايام اربع ايام اني اذهب ولاحظ اني استطلاعات المتوفرة استطلاعات المتممة استطلاع المتوفرة ماذا يوجد هناك ليس اديك اي استطلاع يجيب عليه عندما يتوفر اي استطلاع سيظهره في هذا الحيث اذا خلاصا هذا الموقع مختص في الاستطلاعات لتسجيل عليه مجرد الايميل والكود وفقط تفعيله عن طريق الايميل تذهب الايميل وتفاعل لا تنسى هناك الناس كذين لا يعلمون بهذا اذهب الى ارجع الى الايميل تجد هناك ميساج في الموقع يوقف ويقول لك اضغط على هذا الايميل هناك ارقام ورموز معينة مثل هذه تجدها عندك تقول لك اضغط عليه عندما تضغط يخرج لك هذا الموقع فانك الان اكد الموقع عند تحميل يخرج لك الموقع اذهب الى حساب يوقوف الحساب الخاص بك تستطيع ان تتواصل عن طريق الفيسبوك تفتح الفيسبوك لكي تربطه لكي تستطيع ان تفوز بالنقاط اكثر هناك احدث بيناتك تستطيع تحديث بيناتك عن طريق التحرير تضغط هنا تحدث بيناتك في هذا الحساب اكتب الحساب كاملا لكي يصلك المال مطابقا لما في مستند اثبات الهوية وذلك ضمان نجاح عمالية الدفع وقت طلب استداد النقاط يعني طلب استداد النقاط تذهب هنا الى الحساب وتذهب في هذا الموقع احدث بيناتك تضغط هنا ثم يقول لك اسم الكامل يعني تضغط اسمك الكامل بالفرنسية او بالعربية اذا مطابق لما في مستند تبات الهوية يعني تقوم مطابق للبطاقة التعريف الوطني الجزائرية او اي بطاقة يعني Arabic for name يعني تكتب اسمك باللغة العربية باربع بارتي يعني تكتب فلان تكتب اسمك الكامل وتكتب بن 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 اما اذا لم يكون هناك يعني عادي تكتب اسمك يعني عادي لكن بالاسباس يعني تكتب اسمك مثلا نكتب مثلا نزار محمد امين يعني سهل جدا بالاسباس تكمله في بعضها يعني اذا خلصنا في هذه الكتابة يعني نكتب البلد الجزائر الجيريا في هذا الحقر ادخل البلد اللي تعيش فيه هو ليس الجنسية يعني البلاد اللي لا تكتب بلدية تكتب بلدية يعني بلدية وولايتك بلدية كذا ولاية الجزائر ولاية الجزائر ولاية النابة تكتب ولايتك يعني المدينة كما تلاحظون كما تلاحظون ايضا اذا نقوم بالحفل عندها تستطيع ان تستلم نقاطك وتفوز بها اذا سهل جدا ترجع الى النشاطات وتبقى تنتظر الاستطلاعات المتوفرة لديك وتقوم هنا عندما تضغط على 5000 نقطة تقوم بالاسترداد تضغط على استرداد يأتيك النقاط يجب ان يكون لديك 5000 نقطة كما تلاحظون وتستلموها عن طريق وسترداد تحفظ هذا الكود وتذهب به الى وسترداد وتجني تقريبا 600 شيء سهل جدا جدا اذا ارجو ان تكونوا قد استفدتم وارجو ان تكونوا ان تستعملوا الانترنت للربح من المال وليس فقط للترفيه لانه هناك امور سهلة جدا كما تلاحظون هناك موقع كثيرة لا تنسوا الاشتراك في الرابط هذا الموقع تجدونه اسفل الفيديو عليكم الا الضغط في الرابط وتبدأ الفوز والربح من المال في الجزائر او في الدول العالم كلها اذا باذن الله اكون قد وصلت لكم معلومة احب الاحتكار اجو ان تعمل فائدة علينا جميعا اقول لكم السلام عليكم ومطلعي ترابكاته السلام عليكم